قبل ما تكون ملكة كانت بنت عادية ما اشتغلت في المجال هذا غير معروفة في المجال بس عجبت لجنة التحكيم قال لي كانت في الكاستين أقناعتهم بجوابها بطريقة مشيها مع أنه غير غير مدربة على هذا الشي وحتى في صهارة التتويج وين قدرت تعجب ما نقولش ناحية لجنة التحكيم هي أربع أو خمس أشخاص فقط نشوفه الناس نشوفه دائما نشوفه رانا قاعد نتابع مسابقات الجمال في الجزائر المحلية الدولية أي مسابقة الجمال تنظف في الجزائر دائما غير تخلاص المسابقة الملكة يبدأ وقع يكريتيكو فيها هذه ما تمثلش الجمال المرأة هذه ما شي شابة هذه ما شي قدار وحثت كثيرا دائما نشوفه رانا نتابع بزاف دائما دائما نتحد الحكاية بأمور المسابقة خصوصا الأسبوع الأول ذكرنا في يومين أو ثلاثة أيام بعد الحفل للآن ما زال ولا واحد قال هذه لا لا ما شي شابة لا لا هذه لا تمثل يعني ريضة ريضة الجميع الحمد لله وقدرنا نقنعه الجمهور الجزائرين وقدرنا نقول أنه أخيرا عندنا ملكة جمال موافقين عليها الجميع زير توب أول قناة إلكترونية في الجزائر